مجلس النواب في جلسته المقبلة وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن سؤال حول إدخال مفهوم الإدارة البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية وأكد الوزير اهتمام الوزارة البالغ بالبيئة في المملكة وذلك ضمن التزام الحكومة الموقرة بتوفير أفضل مقومات البيئة الصحية والسليمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز المظهر الحضاري للمملكة كما أكد بأن جميع المشاريع التنموية المنفذة من قبل القطاعين العام والخاص تخضع لإجراءات تقويم الأثر البيئي المطلوبة إلزاميا وعلى الصعيد ذاته يبحث المجلس في جلسته المقبلة مشروع قانون بشأن البيئة ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري ومشروع قانون بشأن حماية البيئة إذ تم دمج مشاريع القوانين في مشروع واحد بناء على القاعدة القانونية واعتبار مشروع قانون بشأن البيئة هو الأصل لأسبقيته وشموله والمشاريع الثلاثة الأخرى بمثابة تعديل له وأهم ما يقوم المشروع بقانون عليه هو مكافحة التلوث بمختلف أشكاله تجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة التنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بحماية البيئة للحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم المملكة واستغلاله على النحو الأمثل لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كافة الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق لاستخدام المشروع للوسط البيئي وعليه أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن البيئة اشتركوا في القناة